قلت لي في جثمين الأطفال الأشلاء آه الأشلاء يعني أنت بتلاقي بتلاقي الطفل أو أو بشكل عام الشهداء بشكل عام بيصل أو جاتي بيصل شهيد خمسين قطعة كل أصبع لحال كل إيد لحال كل رجل لحال الشعر لحال الرجلين لحال وممكن الشهيد كله تطلع منه كيس صغير من اللحم بس فالحرب هاي شهدنا فيها أبشع المناظر تم تخيل أنه في غزة صار صارت الناس تتحلل في الشوارع وكان في صورة انتشرت جبل يومين من أبشع الصور اللي صارت في الحرب الدبابة مش يتفوج أحد الأسر اللي كانوا أسرينهم يعني الصورة واضحة أنه فيه بإيدي كلبشات الدبابة مش يفوجيه صار على مستوى الأرض فإحنا مش بس يمارس ضدنا إبادة جماعية ويمارس تنكيل أيضا في جثث الناس اللي بتموت كل مقبرة بتدخل عليها إسرائيل تنبشها بتطلع الجثث منها وبتسرقها شو بدك في جثث وجثمين متحللة يعني إنبارح سلمت إسرائيل سبعين جثة ورفات للشهداء كانت مخداهم من مستشفى ناصر الناس خلال الحصار اضطرت أنهم تدفن في ساحة المستشفى لما الجيش اقتحم ساحة المستشفى أخذ الجثمين وبعد فترة رجعها ليش أخذها ما بتعرف هل سرق أعضاؤهم ما بتعرف بس في سرقة في الموضوع